السلام عليكم. معكم اول حلقة من شروحات برنامج ادوبي. دي واجه دي البرنامج اولو منفتح البرنامج. تمام? اللي هي الواجهة كده. قدر نعمل نعمل او اوبن. زي ازا بيت برامج ادوبي الطانية. نعمل ايه دول? دول مجرد لمازج جهزة. انا مسا باختار موبايل لو انت الصمم بحاجة خاصة بالموبايلات. يعني بتاع الموبايلات او اي حاجة. دي كلها حاجة جاهزة. كل اللي انت عليك بتدوس عليها. لو انت عايز تشوفها. يعني. شوفها كده. تمام? وانا هو اسطح منها. تعدل عليها برد. تمام? هنا دول يعني انت تختار الحاجة وتقول او تقدر تعديل عليها. تمام? وانا اسم المشروع بتاعك طبعا. اللي هي طبعا. ايه دي? دي عبارة عن حاجة اا زي مساحة كده لحماية الفيديو بتاعك. خالها بيسا بليل مسلا انت مسلا اعملت اا فيديو. اعملت اياس الصورة. والصورة دي ابعدها الف تمانين في الف سمائة عشرون. جيتها عرضتها على شاشة. مسلا اا تو كي. تمام? فالصورة بتاعتك ابعدها صغير. تمام? طيب فاردل انت الصورة بتاعتك. فالصورة بتاعتك هتزهر كاملة. طب انا لو جيت عرضتها على شاشة سبب مائة عشرون بي. ايه اللي هيحصل? اه هنا الابعاد بتاعت الشاشة اصغر من ابعاد الصور. تمام? فهيجي يقص الصورة بتاعتك عشان يقدر يعرضه. لأ انا عايز مساحة حماية. بحيث ان الصورة بتاعتي اه لما يجي تتشال او يتشال منها اجزاء تتشال بس الاجزاء اللي انا عمل لها مساحة حماية اللي هم دول يعمل لك مساء خط كده وخط كده وخط كده. خط كده وخط كده وخط كده. تمام? على المسافات دي اللي انت بتحطوها له هنا. تمام? بحيث يحميلك المسافة دي المساحة تمام? علشان اللي هي بتضعرت على شاشة. اه لو جاء اص الشاشة يحافظ على المحرابات اللي جواها. تمام? اللي هم الابعاد اللي انت احبت. مش هتستخدمها اصلا بس انا حبيت ايها او تضحفها. ايها عبارة بس تحمي السورة بتاعشان لو انتعرضت على حاجة اه اصغر من حجم السورة ذات نفسها. تمام? هنا طبعا لو عايز السورة بتاعتي رأسية. هايزا وفقيات ليه يبدلك الهي طول بيدز. تمام? زي ما انت شايف يبدلهم. هنا هنزام الالوان بتاعك. تمام? ده نزام اللي اه توسع على التلق وسلس اصفل. ليه? هنا انت بتشغيل على الجهزة. تمام? الجهزة دي لها شاشات. ده نزام طباع ده نزام الالوان خاص بالطباعة لو انت بتطبع حاجات. تمام? لكن ده خاص بالشاشات وخاص بالحاجات اللي هتظهر على شاشات مش هتطبع. تمامش? بتاع الطباعة. زي ايه? زي كده. زي كده. هنا بقى هتلاقي هنا. على طول هنا هغير. من دي الخاصة بالطباعة. وانا فيلم عندي فيديو نفسي كله نفس الكلام. ده برضا هتطلق ايه? top و left و bottom و bleed والحاجات دي كله. تمام? عندك طبعا تختار ايه نا الالش دي والكلم ده? وتقدر تفط ايه? الحاجات دي بس انت مش هتحتاجها. لو غيرته برضا هتديه النفس المسازة لسول. لان ان دي خاط مش حصة بيه الطباعة. اللي اقص حاجة تانية وهي الارتورد. في الفوتو شوب وانت شغال ما بتلاحزش ايه الارتورد دي مشهودة عندك. هنا ايه خاصة فيه. اه هنا برضو نديك نفس الحاجات دي بس ايه في ويندو كده. هنا برضو الارتبورد. الارتبورد دي تبارعا زي مربع كده او مستطيل. انت بترسم فيه وتخلص كل شوالك فيه وتفضع عندك مسلا اكتر من ارتبورد تمام? بتقدر تحدد واحدة وتطبعها. يعني مسلا تقدر تخط ايه? مشروع كامل. تخط فيه اربعة ارتبورد. انت مسلا مصمم كارت مصمم حاجة معينة. عايز تطبع الحاجة دي. الحاجة دي على كزا. رو هجي طبع ارتبورد وهكزا. يبقى مشروع كله محظوظ فيه في اه فايل واحد. ولكن كل حاجة قصة بالمشروع. مسلا دي هتصمم دي هتصمم دي هتصمم الموبايل هكزا. هتصمم انا في ايه? في كل واحدة فيهم في ايه ارتبورد معين. تمام? دي هنتكلم عنها في درس الوحدة ايه. هنا نفس كل ايه? نفس كل حاجة قولناها به كده. هنا على الشاشة. ممكن تقول له تلتمية. قول له تلين وسبعين مية خمسين. اللي انت عايز. حاجة ترجع. هنا الديل اللي هي. لما تكت قصة مسلا الصورة في الفاتشوب بتلاقيك. تلاقي في حاجة شفافة كده وراه. هي دي بس يقول لك مسلا لون عيضية. آآ بورتواني اخضر الحاجات دي. بس مش اخضر على اله. كده. كده. آآ بقول لك البريفيومون لو عايز. آآ نظام العرض يعني ايه. بالبيكسل او الوبربرين. تبس سيبه ديفولت زي ما هو. ما غيرهوش. تمام? اه. آآ ودي اللي حساء لنا قبل كده. كم. لو جت زودت هنا في number of artboard. بص بفتح لي ايه? ايه دي? دي المسافة. تمام? بين كل تانية. ودي عدد العمدة بتاعت يعني بقى عدد العمدة. لاحظ زي ناسي. مربع ده. هتلاقيه ماشي كده. كده كده. يعني ايه? يعني هو هيعمل صف. يخلصه. تمام? وينزل عالصف اللي تحته يخلصه. بترتيب. مسلا تعملهم اربعة. واحد. بعد كي مش عالتانية. بعد كي يرجع هنا التالتة. وعد كي يربع. تمام? هنا نفس الفكرة. بس هعمل ازاي? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تمام? هنا نفس الفكرة. بس هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? لو جيت فعلت لي هتلاقي ده اختفى. تمام? لو جيت فعلت لي هتلاقي ده برضو اختفى. مختفى زي ما هو. ليه بقى موجود هنا. فكرة ما فيها ايه? احنا قلنا ايه? قلنا انه يبتدي كده. بعد كده كده. بعد كده. تمام? طيب. هنا انا قلت له انا عايزك تقسمهم لي على عمودين. يعني ايه? يعني مسلا انا احط اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة عمودين. ايمشوا واحد واتنين وبعد كده تلاتة واربعة. طيب لو قلت له اه طيب انا مش عايز تزود. خلي بالك. ليه? لان احطط له اتنين. اتنين اللي هو تستحلوه يبقى اكتر من العمودين. خلي ده المسلا ايه? ماهم? تقود دي دي خليها ليه? تلاتة. قدر رزلها الاتنين. تمام? هيعمل ايه بقى? واحد اتنين تلاتة. بعد كده اربعة خمسة ستة. ما لعا ايه? اه لا ايسف. هتبقى واحد اتنين بعد كده تلاتة بعد كده اربعة بعد كده خمسة واركها ستة. لو خليتها تلاتة هيعمل ايه بقى? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهكزا. نفس الكلام هنا برده. بص يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة بعد كده خمسة واركها ستة. هنا بيبقى صف واحد تمام? او هنا يبقى عمود واحد. من فوق لتحت وبين تحت. السامنة بيعكسه. انا هو مسلا كان من فوق لتحت وبين تحت الفوق وهكزا. هنا نفس الجلالة. ماشي? هنا المسافة بين كل والتاني. وبتقول له كريت ايه? نيو دوكومت. تعام? دينا بعدش نختار الحاجات دي دلوقتي. هنا في اا اا اولو بريد. تعام? هنا هو طبعا ما اا اصل ورا ال paed. تعام? تعم? بالog. idee لاتري والجلالة ديها. اخترت ليه ومجمدت له مسلا لاخيلات وخ留هم ليه. ب ر Lloyd. في اغلق لمرة اقترفع وعرض ال ارتطور. تعام? آآ. مיפد صاحة افور وكده مسافة من كل ارت بورد والتالي ممكن اخليها عشرة. ايه طبعا عشرة بالملي. هنا عادة العمدة اه السميل الاربعة دول على العمودين. خلي خليهم صف واحد مثلا خليهم كده. اللي يعجدك. اه هنا نظام الطباعة موايكية. خلي بالك هنا عمل ايه? خلي لك عالي. ليه? عشان الطباعة تطلع واضحة. ولا اكتر ولا عادة. اه هنا اقول له كريت توقنين. زي ما احنا شايفين كده. اه. اه هنا طبعا بلاي. ايه برضو فوتشوب. اه ما احنا شايفين. ده بيحدد ليه اللي شغل علي عشان الله هم شغل كزا. ده بيخفيه والزرعة. ده اللون كده ايه? اه ده يا فوتشوب برضو. اللي نحط ايه? لون على على كده. مش لون زي اتنفسه يعني. ده ايفل. طب عشان اغير الاسر. تاهم? غير الاسر لو عايز. وانا ممكن تغير ايه? اه. اللون بتاعي. لما جهرت بس حاجة بتتعلمها يعني. شاختر واحدة. اعلامك. كمان? انا عندك بريفيو عشان لما تجي تعدل في اي حاجة تظهر مثلا. اه. انا عند الارتورد. عند اربعهم. ده ما احنا شايفين. اه مش هلتكلم عليهم اول نهارده. اه. اه شايف. تاهم? ليهم مرة كده هنتكلم نشرح عشان اصلا ارت بورد ازا بنفسها. لها ده هنا اهي. ارت بورد دور. ويعني ده شغل تاني خالص. ايه برضو نفس نظام لكم تشوف. عندك فايمت ويندو تقدر نفتح بانت هنا. عندك فيديو نفس الكلام. يعني هتلاقي هنشبع الفوتشوب. ولكن هو مش فوتشوب. تمام? ايه فارغ بقى عن الفوتشوب? تعال انا ندخل كده نشوف. نترول بلاس. نعمل ايه? نزون كده. نجيب الهاند. نعمل نرجع على الاسسيليك تاعتنا. او اذا فنرسم بيها. تمام. نعمل حاجة اراونا كده. تاني. البرنامج هنا بيديك ايه? بيديك امكانية قوية جدا في التصميم. زي ما تشارف انا بس حمد التصميم بتاع كده. تمام? امكانيات ليش موجودة في فوتشوب. لقي البرنامج بس ينافس الفوتشوب زي في الناس فهم. لأ البرنامج بيكمل الفوتشوب. انت مثلا بتيجي تصمم عندك مثلا البنتول هنا. اا اقوى من بتاعة الفوتشوب بمرات. لما نشرحها هتلاقي حاجة يعني شو متخيلها انت في ايه اداة البنتول هنا. تمام? واندى ايات الكتابة مسلا هنا. بس ادي واحد اتنية تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر. عشر حاجات خاصة بس بالكتابة. يعني عايزك تتخيلها انت بس ايه الوحدة. في انا برنامج قوية ده في مجالة التصميم. ولكن مش بتاع تعدلها الصور. تمام? عشان لو انت دخل في حوار بها تعدلها الصور. وشعال. لأ. عندك الفوتشوب وانك الفوتشوب لا يتروب. ديارة تشتغل لون براحتك. لكن انا بدناش بتاع تعدل على الصور. اه هنا مسلا اشتغلت على حاجة زي ايه? زي كده قدرت دعية لون. رأيكم لون الله عمر ده. ديارة طبعا تدعي الستروب. ان الستروب اسفر مثلا نو اكبره شوية. ايه ما احنا شايفين كده. الشكل بتاعي ده نسلا. نسلا انا ايه عايز اصغر. ادوز شوفتي بسه عشان احفظة على نسبة الطول من العرض. اصغرته تمام? انا كبره تاني. اصغرته. ما بلاحظش ايه باكسلة في الشكل او. انا كنت اخبر بلاحظة كده. ام? نقبل انتظر الشكل. فيش ايه باكسلة خالص في الشكل. ايه ما انت شايف? مهما كبرت مهما صغرت ها فيش اي باكسلة الشكل. على عكس برنامي بالفوتشوب. في لأ في باكسلة في الشكل. اه الشكل اللي اطلعشها مزجوط. بي باكسل مش عارب بيعمل ايه بيعمل ايه? دي كلها عيوب في الفوتشوب. لأ هي مش عيوب ولا حاجة. يعني في ناس بسقولها في عيوب. يعني القصة مش قصة عيوب. هنا البرنامج بتعمل بنظام غير الفوتشوب. الفوتشوب بتعمل معك بالبيكسل. البرنامج هنا ما بتعملش معك بالبيكسل. انفتح كبير الفوتشوب تشوف ايه الفرق. هني اعمل مسلا. هنا هو لو تلاحز. اه لو اطلو مسلا. بيحافز عليه بقى. بيحافز على اه اسمه ده. بحافز على بتاعة الشكل. ما بخليش الشكل. خليش شكل عادي. لان دي طبيعة الفوتشوب. ولكن فرق تاني. في الشكل. انه ايه? انه يعني مسلا لما بيبكسل. اه براحز انا برضو ارت برض دول. زي ما كانت موجودة فيه الفوتشوب. اقفل. اعدى المفطول. تمام? لو ضفت مسلا صورة. عاملت كنترول بلوكس عشان نزوم كده. ايه احنا تقفين بالشعر اللي احنا بالتخllo من السلم. اليد. دي طبيعة. ايه. دي طبيعة. ايو bir نزوم عليه هلو. وطشقة عمل ازاي? باكسر. باكسرها بتروح. لما باعمل زوم اوضع. فهنا في الفوتشوب. لما مايجي بسلا ده ما احنا لسا عاملين. وطورت. تاكلي بتعمل تبرو صح كده. عمل تاكلي تاني. ويكبرت. شوف اللي لايف. شوون. تاكلي باكسر. تاهم? احنا بعمل حاجة اسمها. احنا نصور كده. هيعمل برضو كل حاجة. اولو كده. ايه? اولو كنترون كيه? هيبكسل برضو كل حاجة. بس القصة بدا ومفايل. انك لما انه بحافظ على البيكسل الاصلي بتاع الشكل. يعني شكل بتاعك. ايه? كان مسلا الف وتمانين في الف سونة عشرين. انت صغرته او كبرته ببكسل. لكن لو رجعته الف وتمانين في الف سونة عشرين تاها هيظهر لي واضح نصوله. هو حافز البكسل بتاع الشكل بتاعه. ده اسمارت اوضيك تاني. في البرنامج التاني. تاعم? نقفل برنامج التاني. لا ما فيش الكلام ده وقت. مهما صغرت الشكل بيفضل واضح. تامم? بيفضل واضح زي ما هو. ما بيحصلوش اي حاجة. هحصلوش اي بكسلة واحد. ليه. الصورة بنسبة له وابرة على المجموعة لخطوط. لكن بالنسبة للصورة عبرة على المجموعة. لكن الصورة بنسبة له المجموعة العامة المجموعة نقط. تلاحظ بصلا جهازة بتروح تشتريها. تلاقي مكتوب لك الجهاز ربعميت دي بي او. تمام? معناها ربعميت بيكسل يعني ربعميت ميكسل في الانش الواحد. يعني ربعمية نقطة في الانش الواحد. بتلاقي صورة الشيشة واضحة. زي. اه كسافة الشيشة عالية جدا. حاجة جامدة جدا في التليفون. واجهزة تانية كتير. تمام? بتلاحز الصورة واضحة. الفوتشوب بفيش جامعة. فيه ناس بتقولك ده عيب. لكن ده مش عيب. يعني لو عيب ده الشرخ كانت صلى حيته. لا مش عيب. هو نظم الصور اللي الفوتشوب بتعمل بيها. هو البيكسل. لان ده برنامج اديت مي. يعني برنامج تعديل على الصور. مش برنامج. اه تصميم والحاجات دي. انت بتقدر اه تصمم عليه كل حاجة. بس مش زي الانستريتر هو اصلا مخصص كده. تمام? نعمل. اه ندوس اوت. بس. ندوس اوت. تمام? ادوس كنتو قديل. وعليه بعملي شكل. النحن بتاني. تمام? اقدر عملي تاني. ندر ادوس اوت. تعمل شكل. تقفل شكل. تمام? ده بيعمل لكيه نسخة مطبقة بنفس الاعداد اللي قبليها. يعني لو مثلا ده دور. اه مثلا. نشوف اخر اعداد اللي قبليه تعمل له. وبعد كده نطبق نفس الاعداد. في زيادة يعني كل مرة. نعمل حاجة فانه بيعمل. اه نروح لادات الروتيت. اه نروح لدي اعمل لكيه نسخة. اقدر زي كلمة. ممكن تزور عدد النسخ. هيا مرحلة تانية. ده يكرا. ثاني. ثم هبص وردت الفيكة. ننزل بوكس شوية. اي ما هم شايفين. يتحق على الشكل التالي. كده. برحركة. واي كده. ده ما انت شايف شكل حلو يعني تشوش. اه البرنامج مليانة دوات. هنشرحها واحدة واحدة. ده كان مجرد يعني زي انتم كده عن البرنامج. يشيل كل الكلام ده. ايش فيو ابتنس. البرنامج مليانة ده واحدة تلاتين دي. طبعا لو بحب ارجع حيكة انا ساحب تعمل مكانها بعمل كلا. بترجع. اقدر اصحب اي حاجة من هنا اطبعها بره. ازلنا بعمل كده. تطلع بره. اقدر اتحرك باب راحتي. اقدر انا عايزة اقدر اعمل كده. 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 اقدر اصحبها. فلاقينا اش جانب الوحدة. اعم. اعم. ده اول ما يزهر لي خطة ازيرة زي ده. ام اقدر اصحب ايه. افصل دي كده. ارجع. لو بازت عندك ايه الدنيا خلص ايه. افلت ليه. مش عالف حاجات اختفت من عنده كده. بعمل ايه. بطحل على ويندو. اه ويندو. ووركس ليس. عندك رسيل. استينشل. اه. وتقدر تدخل ايه واحدة من دول. بتعمل برضو بسيط ليه. اهو. يرجع لك كل حاجة زي ما كان. قد تنهنجك عادمة. اعمل تحديد. من الدنيا. نتقوم مينوس من الدنيا. ارجع لك ليه الشكل بتاعها. زوم بتاع البرنامج. انسان هي مية واحد. يعني حاجة زي كده. اجعلك لزوم الافتراضي. عندي عالية البنتول هنا. زي ما احنا شايفين. دوات كتيرة. عندي حاجات للرسم المعماري. اه. عندي هنا دوكم. نفس ايه اللي قد تقول لكم الاف لها. يعني دريد بالحاجات دي. تدون بتاعها. تعني بتقدر بتعدل هاي حاجة. تعني بتدخل عالية الارتوورد لو بتدوست على هاي الخيار دي. هنا عندي. هنا هنا في تدخل لو عايز تعدل اي حاجة. تعني بتعدلها هنا. في وتتطبع على زي مظهر الشاشة. تنتظر الارتوورد خليفهم. بين نفس الصلاة من marcحال الداخل من يظهر الشاش债ة عالية في الامد علي. منظهر الشاشة التحلى a المقل بإعطة ال pبليل حاجة القمة yeah this issue. الوزر انتوفيس. بتجد طيارها. بتجد شكل احلى. بصوت لما انتش بتشتغل بالليلة. يعني طبعا عندي بانت. انا بقدر افتحها من هنا او من هنا. او ليد حاجة محتفية عندك انا تدر تفتحها من الين من هنا. ايه ما احنا شايفينها. يعني الحاجات دي مفروض ما تنشرح لكش يعني انت خلاص بتلوق. بخط كورس او اي حاجة على برامل ادري. خلاص فاهم نزوم الوركس بيس نزوم القوائم نزوم البانل نزوم الشريط اللي بتاريط لكش ايه الشريط اللي هو خاص باي البانل بتاعت الاداة. اللي بتاريط لك فوق هنا. الكلام ده كله انت عارف. تمام? بس بنشرح حاجات اللي انت ممكن تكون اول مرة يتشوفها الخلفية مجردة كده عن ايه البرنك. وايه اشوفكو في التاريطة انت شارو. اشوفكو في التاريطة انت شارو.